اشتركوا في القناة 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 وخاطة إذا خلطت العدتين مع بعض أنه أنت بتشربه وبتأكله وبتحضر لي تلفزيون يا حبيبي تشربه وبتأكله بتخلصي مشروع على اللابتوب فهاي كثير سيئة فإحنا بنعرف شو عم نشرب وشو عم ناكل لما نعمل أي مجهود بدلي كثير حلوة هاي عن جد كثير مهمة إذن هذا الميندفول إيتنغ حبيته نفكر نركز بالأكل أنا أكلت أول لقمة بالضبط أستمتع فيها تحطي صحن صغير كمان كثير في ناس بيأكلوا من التنجرة في ست مرات بتقولك أنا ما أكلت إشي بس بتكون لحد ما طبخة تقدمت الأكل الولادة بتكون دايق نص التنجرة أو حرام الأكل هو حرام أكيد دين أكل بالضبط اللي بزيد من الأولاد بتلملم بس لا بقدر أحط لإبني كمية صغيرة عشان ما هو ينكبل أكله أنا ما أحس إنه هذا الأكل عم بكبه بماليتي طبعا طيب إشي تاني ساعة دايما نشتغل مع قارب الساعة يعني إيه؟ يعني بدك تاكلي مع قارب الساعة إحنا منقوم الصبح بتحس بنشاط بعدين بدك كل نشاطك بكون الصبح صح؟ أيوه بتبدي تتعبيه بالليل فإنتي إشي طبيعي إنتي لما بدك تاكلي خلال النهار هاي الساعة الجسمك بتتقبل فيها أكل ما تاكلي عكلة نسميه إحنا سركاديام ريثم عكس الساعة البيولوجية أيوه بالليل بنفرز هرمون الميلاتونين اللي بتحكم بالنوم والاستيقاظ وجسمك بدخل بمرحلة الهدوء لإستعدادها للنوم فإنتي مش معقول تخضيه والدخل أكل وتقولي له اشتغل وأهضم فإحنا كمان مش إنه منحكي ما نأكل بالليل بس إحنا أغلب أكلنا لازم يكون خلال ساعات لنهار الساعة اللي نحنا شغالين فيها للليل حتى لو أنت الوجب الأخري لأخر وجبة بتاكليها على سبعة أو ثمانية بس في عندك قبل تمن تسع ساعات قدري تأسمي فيهم وجباتك لسناكس اللي انت بتاكليها عشان ما تلتهمي كميات كتير كبيرة وترهقي ترهقيها جيحة كالهضمي هلأ يفضل أو كمياتك لأخذ أحد شو هاي الماوس؟ هاي قاعدة نظرية الماوس أيوة ما هي نظرية الماوس؟ هلأ في ناس أنا ما عم بحكي على كيتو دايت وهاي بروتين دايت نحنا عم نحكي على نظام غزائي متوازن النظام الغزائي المتوازن بحكي لك بدي كون في عنا توازن من كل شيء في ناس عندهم نظرية إنه أنا باكل 3-4 جاج أطع جاج والباقي عادي ما بنصح بس أنت كل قطعة جاج فيها يعني ناس عندهم عقدة من النشويات أيوة إنه كل جاج إن شاء الله خوف فظيع من النشويات وأطع جاجة كاملة يأكلها على قاعدة واحدة لا فأنا دايما بحكي لهم بالنسبة للبروتين الأفرج المعدلة لكل الناس قاعدة الماوس عقدة كفة الإيد تأكل قطعة الجاج طاعتك أو قطعة اللحمة أنت مش بحاجة في كتير ناس نباتيين ورياضيين ما عم بيأكلوا كميات كبيرة ممكن يكونوا رياضيين ونباتيين مش شرط إنه أنت هذا البروتين اللي ينزلك وزنك ويخفف الكرش والدهون بالبطن ويخليك بصحة فإحنا دايما قاعدة الماوس من ناحية البروتين ما نأخذ زيادة لأنه في كتير أبحاث عم تحكي عن موضوع استهلاك اللحم بكثرة أدي بأزي وأدي البروتين الحيواني كمان زيادته هو مفيد فيه حديد في بيتول في عناصر غذائية بس برضو زايد أخو الناص يعني إذا كان بدي أكل مثلا شأف شوفي بها الخمل تقريبا يعني تقريبا كفت إيدك قاعدة كفايتي لليوم بالزبط هلا أنت بتاخدي طبعا جبن الصبح بيكون ما فيش داعي أنه أنت بتعملي دايت أروح ألغي كل إشي اسمه نشويات وأصفي بس قاعد عم بأكل على هذا هلا سؤال روبا أمتى يفضل تكون آخر وجبة هلا ما في وقت معين باعتمد على أمتى أنت بتنامي بس أنا بحكي على الأقل على الأقل بس فيه ناس بسهروا يعني فيه ناس بسهر الساعة واحدة ما فيش داعي أنه أنا خلص الأخصائي التغذية قال لي قبل ساعتين من النوم أروح أخلي أوكي أخر وجبة لازم ساعة عشرة مش غلط أنت تعود جسمك أنه بكير يرتاح يهضم لأنه بدك أنت ثلاث أربع ساعات تهضمي لأنه كثير بيأثر على ساعات النوم وإذا بتنامي منيح وبتنامي ساعات كفاية بيقلل معدلات السمنة لأنه قلة النوم وزيادة النوم كلهم مرتبطين بمشاكل السمنة طيب شو أفضل شي يعني إذا أنا بدي أضل لوقت ما أكل عبيل ما أنام يعني أفضل محتويات أو مكونات للوجبة اللي بالفعل بدها تشبعني طيب هلا ما أكل آخر شي عشان ما أجوع بسرعة أوكي هلا ما هو باعتمد على البني آدم إذا هو بيشتغل طول النهار وآخر وجبة الساعة 7-8 خلاص يوقف طبيعي لأنه أكد شبع لأنه أكد فيه أخ أكيد إذا أنت بتاكلي ساعة 2-8 ساعة 6 ممكن بالليل تاكلي لبن لبن مع بزورتشيا ممكن فواكه ممكن سلطة عادة الأشياء اللي بتشبع بالريجيم أو بالحمية البروتين زي البيض البقوليات فصولية حمرة فصولية بيضة حم وصفول هدول كلهم بيعطوه ألياف اللي هي موجودة بالحبوب الكاملة الخضار الفواكه كلها فيها ألياف ألياف وبروتين والألبان كمان بتعطي شعور بالشبع واللي ما بتحكم بشهيته بالليل دايما بقولهم تعشى أبكر من الساعة اللي انت بتجوع عليها انت بتجوع الساعة 9 تعشى على السبعة بتجوع الساعة 10 تعشى على الثمانية سبعة ونص وممكن إذا بدك تدريجة تبدأ بهذا الموضوع بتعشى بكير بعدها بساعة ممكن أخذلي إشي لبان حبة تفاكه إشي فكير مرات مثل معلقتين لبنة أنا مثل هيك بزبط معلقتين لبنة مع مثل فلفل أصفر أو الخيار بحس خلص شبعتني أو ثلاث معالق لبنة أو نصف كب لبنة بس إذا بصير بس إذا أنت أو أنت طول النهار مش ماكل أنا ما كنت غديت على الأربعة ولكن أنا عم بحكي للناس إذا أنت طول الوقت مش ماكل جايب الليل ما رح تقدر تغطي لأنه الجسم مهيئ إنه يجوع تنفرز هرمونات الشعر والشبع عشان أنت تأخذ كل احتياجاتك هاي ربنا خلقها فيها عشان إحنا نظلنا عايشين فأنت بدك ما نطعطي جسمك احتياجاته مش كلها آخر ساعة بالنهار حلو حلو ممتاز شكرا روبا شكرا أهلا